وننوه إلى هذا الخبر الذي ورد علينا الآن حيث صرح مصدر أمني مصري بأنه تم ضبط فرد من الشرطة قام بإطلاق عيرة نارية من سلاح الشخصي بشكل عشوائي مما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود الصواري في منطقة المنشية بالأسكندرية وأحد المصريين وإصابة آخر مبينا أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالة كما تم نقل المصاب إلى المستشفى لاتخاذ العلاق اللازم إذن نعيد هذا الخبر العاجل الذي ورد إلينا حيث صرح مصدر الأمني المصري بأنه تم ضبط فرد من الشرطة قام بإطلاق عيرة نارية من سلاح الشخصي بشكل عشوائي مما أسفر عن وفاة اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية في منطقة مزار عمود الصواري بمنطقة المنشية بالأسكندرية بالإضافة لأحد المصريين وإصابة آخر مبينا أنه تم على الفور القبض على فرد الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالة كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاق